ولكل مشاهدينا مع أول انطلاق ببرنامج يوم جديد وأول ضيف من ضيوفنا لليوم هو العداء عواد الشرفات من محافظة المفرأ طبعا فاز بالمركز الأول لعشرة كيلو متر رجال في ماراتون عمان اللي بتقيمه رن جوردن اليوم رح نتعرف على عواد بشكل أكبر رح نتعرف قديش كان فيه يمكن إرادة عزيمة تدريبات حتى يقدر أن يفوز بهذا المركز مشاركاته عربيا محليا وإن شاء الله يا ربي كمان يكون فيه مشاركات دوليا احنا رح نترك لكم بعض المفاجآت نعرفها شخصية من خلال العداء عواد الشرفات صباح الخير أهلا صباح يا تسك ألف عافية الله عفيت أحدتك من محافظة المفرأ أكيد بنصبح على كل الأشخاص اللي يحضرون من المفرأ أول شي خلنا نبلش يمكن بالمركز الأول اللي حصلت عليه في ماراتون عمان للرجال احكي أول شيء ألف مبروك الله يدارك فيك قلت لي مش أول مرة بتشارك بماراتون عمان بس أول مرة بتفوز أول مرة احكي لنا عن مشاركاتك هيك بالتفصيل بماراتون عمان وبعدين حتى نحكي عن المشاركة الأخيرة طبعا أنا راجع أول شيء من إصابة جديد سلامتك وكان تحذيراتي تقريبا صار لي شهرين على نفس محافظة المفرأ كانت حجزاتي من خلال مدرب الكابتن سليمان زبونة وجره تحية وجره تحية نعم فكان استعداد شبه متواضع لأنه كانت إمكانياتي شوية يعني مش هذك الإمكانيات وما كان موفر لي أنه مكان أتمرن فيه فكنت أتمرن على المضمار للترابي اللي عملته أنا في محافظة المفرأ والحمد لله يعني أنه كان فيه يعني كان معنا عدائين يعني ما شاء الله عليهم كويسين في ماراتون عمان من أبطال جيش ودرك وامن عام بس الحمد لله يعني تعبنا شوي الحمد لله بس قدرنا نحقق نتيجة يعني لله حمد وهي حصدنا نتيجة التعب الحمد لله ذكرت المضمار الترابي اللي أنت عملته لأنه يمكن ما فيه مكان أنك أنت تتدرب فيه فحاولت أنت تخلق المكان هذا الشيء اللي دائما بنحكي للأشخاص ما يلعنوا الظلمي يحاولوا يضوش معه ويحاولوا أنه يلاقوا أي شيء ممكن أنه هما من خلاله يقدروا يوصلوا لهدفهم اللي بدهمية حكي لنا كيف خطرت لك فكرة أنك تعمل مضمار ترابي لإلك وكيف يعني كيف عملتها كيف تجهيزاتك لإلها بما أنه أنا يعني كدخريز للجامعة العاشمية تربية رياضية فعندي فكرة أنه كيف يعمل المضمار تمام ومن خلال الحاجة زي ما يقول الحاجة أم الاختراع صح فيعني كان كنت بحاجة إلى مضمار كون لعبتي تحتاج إلى مضمار 1500 وفعملت المضمار لأنه كان زي ما قلت لك كان عندي خبرة والحاجة زي ما قلت لي كمان والمساحة أين عملت المضمار؟ المساحة أحنا محافظة المفرق يعني شبهة سحروية وعندنا أراضي الحمد لله استغلت منطقة كميحة وضبطنا والحمد لله كان ناجح المضمار وكان مضمار قانوني من حارة واحد مكون ممتاز طيب عواد بالنسبة لمشاركاتك هل أنت شاركت خارج الأردن بدول عربية بدول أجنبية؟ نعم أنا شاركت في ماراثون بيروت الدولي شاركت مرتين وكان في استضافة إلي من لبنان عشان ماراثون بأسطور في مدينة سور وحمد لله كان في مشاركة من عدائين مختلفين وقدرت أحقق المركز الأول الحمد لله في مسافة عشر كيل في لبنان؟ آه سنة 2014 تقريبا شو اختلفت المشاركة عن مشاركة في لبنان وعن مشاركتك في الأردن؟ كيف تقيم مثلا هناك الماراثون عن هون الأشخاص هل عندهم ثقافة الركض يمكن أو المشي أكتر من عنا؟ يعني بما أنه أنت روحت هناك وشاركت بهذه المشاركة؟ يعني ممكن هو فيه اختلاف بالتنظيم يعني كان من ناحية التنظيم من ناحية الخدمات الموجودة يمكن يعني أحسن شوي من عنا شوي تقريبا بس أنه نفس الشي يعني تقريبا المشاركات والثقافة الركض تقريبا نفس الشي يعني متغاربة بتحس عواد يعني هلأ حضرتك تخرجت من كلية التربية الرياضية وعم بدور على شغل إن شاء الله بتتوقع حابب تشغل بنفس مجال دراستك؟ أكيد يعني أكيد يعني أكيد يعني لأنه أنا حابب أصلاً دخلت التخصص هذا عن حبي يعني مو أنه أنه حدا فرضوا علي وإشي زي صح وهذا أهم إشي بتحس أنه يعني هلأ يمكن عم بتشوف أنت من خريج التربية الرياضية وعم بتشارك بالمراثون ولكن إذا نحكي عن ثقافة الركض بشكل عام بالشباب بين الشباب والصبايا هل هي موجودة؟ يعني أكيد يعطيهم ألف عافية بمراثون عمان وران جوردن عم بحاولوا قدر الإمكان أنه يزرعوا هاي الثقافة يعززوها عند الشباب من خلال المراثونات اللي بيقيموها ولكن إحنا بتحس أن هاي الثقافة ولا هم نفسهم لوجوه اللي بتشوفهم كل مرة بمراثون عمان هم نفسهم اللي بيكونوا موجودين تغريبا الثقافة يعني ما فيها ذلك الثقافة يعني الموجودة لأنه يحكوا مثلا أول شيء الرياضة العب القوة وخاصة الجري يعني الرياضة صعبة شوي فيعني صعب أنك تلاقي أنه ناس يشاركوا فيها ومتعبها هي كمان وما فيه من الله يعني مردود إشي عشان هيك أنه يعني بخاصة من منطقة المفرق يعني أكثر من واحد كان يحكيلي يعني ليش تركض شو بدك بالركض آه يعني شو بدك ليش تطمح شو يعني شو في عندك لقدام كمان فيعني كانوا يحبطهم إني بس أنا يعني الحمد لله أنه أنا يعني واثق من أي شيء قاعد أعمل وعارف شو بدي أنا يعني عارف شو طريقي وعارف يعني حافظ كل شيء بديه وانا فعشان هيك ما كانت تأثر يعني بس أنه الثقافة يعني شبه يعني ده أقول لك يعني معدومة يعني نفس الأشخاص هم هم العدينا مميزين نفسهم هم هم تغريب قدي هلأ كل الأشخاص اللي يمكن أحبطوك زي ما أنت حكيت أنه ممكن شافوا أنه حصولك على المركز الأول بالماراثون يعني هذا بحد ذاته إنجاز وكمان الواحد دايما بقولوا إيش بدك بالركض حتى للأشخاص اللي ما بيحققوا مراكز يعني بالآخر بظن أنه هذه فائدة شخصية يعني الركض هي صحة فائدة يعني لجسمنا حتى لو ما حصلنا فيها على مردود زي ما تفضلت مالي بس هي مردود صحي أكيد طيب شو طموحك يعني أنا أطمع أكيد أي إنسان يطمح يكون في المراكز الأولى أكيد وعلى مستوى العالم إن شاء الله يعني في مشاركات راح تشارك فيها قريبا مثلا إن شاء الله يعني الآن نتخبوا اتحاد جديد وإن شاء الله نجهز للاتحاد هذا وفي مشاركات إن شاء الله في بطولة العالم جمعات 2017 إن شاء الله أنه سيحقق الرام التأهيلي لأنني أنا شاركت فيها قبل الفترة قبل سنتين وإن شاء الله أنه أشارك بها إن شاء الله بتشارك أو حابب أنك تشارك بألعاب قوى أخرى غير الركض لا أنا فضل الركض لأنه أنا متميز بالمسافات المتوسطة والطويلة تقريبا طيب هلأ أواد يعني حضرتك شاب صغير وخريج جديد كيف ممكن أنك أنت تعزز هاي الثقافة من خلال الشباب اللي حولك هلأ أنت أكيد يمكن ما عملت الشغلة بالقول اللي عملتها بالفعل لأنه هاي من خلال أكيد أكتير فيه أشخاص يمكن يغاروا الغيرة المطلوبة اللي إحنا بدنا إياها أنه يحاولوا يتحفزوا بالضبط أنه يقوموا بهذا الموضوع ولكن حكيك معهم شباب الصباية اللي أنت منجي لك بالجامعة خارج الجامعة كيف ممكن أنك أنت تقنعهم بموضوع ثقافة الركض أول إشي يعني الرياضة بشكل عام يعني صحة إليك صحة يعني مجرد ما تكون إذا كنت رياضي أكيد جسمك راح يكون سليم وراح يكون صحي وجسمك راح يكون يعني لائق شبا يعني شو أنه يكون جيد جسمك فهم إشي أول ما يحكي لهم أنه يعني صحتك تكسب صحتك يعني بغض النظر عن أي شيء ذاني بمحافظة المفرق بتحس أنه هذا الموضوع يعني موجود ولا أقل من كمان العاصمة وأقل من باقي المحافظات يعني هي تقريبا أقل ليش لأنه يعني معددين على أصابع تقريبا العدائين للمحافظة المفرق يعني تلاقي يمكن خمسة أو شيء زيك بس اللي يركضوا بتحس أنه هذا بنسبة إليك كان تحدي أنك أنت شخص من محافظة المفرق اللي هم يمكن زي ما قلت ما فيها عدد كتير كبير من العدائين أنه تكون أنت عداء بهذا الموضوع أكيد يعني كان يعني أكيد تحدي كبير لأنه أنا كمان كنت أجهز وتحضر لحالي يعني لما يكون معك قروب ومجموعة منيحة زيك فيحفزوك ويساعدوك بالتمرين أما لما تكون لحالك يعني أول شيء ملل رياضة متعبة يعني أكيد تحدي كبير يعني لو كان في ناس يحفزوني أو شيء زيء أو يكون معي عدائين قريبين مني يعني يتمرنوا معي ويساعدوني بالتمرين كانوا يعني مثلا أنه كنت يعني يمكن أتميز أكثر بس يعني هيك يعني صارت أنه شوية تحدي أكبر شوية طيب ألا يعني إحنا عرفنا يمكن استعدادك على الصعيد البدني بالمضمار الترابي هل في هناك استعدادات تانية إلى دخل يمكن بالأكل إلى دخل بتفاصيل تانية ممكن أنه العداء يجهز حاله للمشاركة بالماراثون أكيد أنه لما تتمرن التمرين عبارة عن عملية هدم يعني رح يتعب الجسم فلازم يكون هناك تغذية سليمة عشان أنه تعوض التعب أو الفاقد أو الخسارة اللي خسرتها أنت بدلن خلال التمرين أكيد التغذية يعني مهمة جدا في أكل معين بيتأكلوا يعني كرياضيين استعداد مثلا أنا بعرف يمكن تتبعون كمان الأجسام اللي بيلعب كمان الأجسام بيأكلوا أكتر مثلا بروتينات حتى يبنوا العضلات هل أنتوا كمان كعدائين لكم نوع معين من الأكل بتركزوا عليه أكتر من أنواع أخرى آه لما تقرب البطولة بنركز على كربوهيدرات لأن هي تغريبا شبه أنه هي الأساسي هاي الكربوهيدرات تعطيك طاقة صحيح يعني تغريبا قبل يومين يكون يعني أكلنا تغريبا شبه كربوهيدرات هاي هي الجائزة صحيح؟ نعم هي الجائزة طيب عواد بالنسبة لموضوع العشرة كيلومتر هلأ كيف العشرة كيلومتر مرة واحدة بتركدهم ركد سريع كيف التكنيك تبعها كله؟ أنا بعرف أكيد في تكنيك معين آه أكيد كتدريب للعدائين بريحوا مثلا شوي حتى يخزنوا طاقة لأكتر بس أنا مش متخصصة يعني بس نبس معه فإحنا حبينا نعرف منك من خلال طبعا مدربك ومن خلال تجربتك كيف تكنيك؟ يعني حسا هي من البداية أنه لما يكون في عدد كبير الآن أول ما تنطلق بدي يكون لك تتحجز مكان حجز المكان بدي تنطلق انطلاقها لما يصير في مساحات عشان ما يصير مثلا تدافع أو أي شيء فبالبداية بدي تنطلق بعدين تاخذ رتم أنه رتم معين يعني كمدربين يعرفوا شو معنى الرتم أنه يعني خطوة معينة تمام آه بيظلك عليها الخطوة هاي للرتم هذا المعين بيساعدك أنه مثلا تظلك مرتاح آه نفس الخطوة أكيد مرحلة الفينش رح تكون غير يعني كنت عند النهاية آه عند النهاية رح تكون يعني واصل أنه تحط كل شيء عندك آخر شيء شو شعورك لما وصلت للنهاية وحسيت يعني الحمد لله يعني وصلت خطة النهاية كنت تعبان كثير بس يعني لما أنه حققت إشي يعني فنسيت كل التعب صراحة طيب إحنا بالختام هيك بدنا كلمة لإلك لكل ما أنه فرصة أنك أنت موجود مع أنا هون لكل الشباب وصبايا قديش ممكن يكون مهم مشاركتهم حتى لو مش بغرض الفوز بهيك مراثونات بالذات المراثونات مراثونات عمان اللي بتنظمه ران جوردن وأيضا يعني تحفيز لإلهم على ممارسة الرياضة كمع لأنه الرياضة أكيد شيء مهم لا يتجزأ من حياتنا أنا بحكي له منه يعني الرياضة أولي شيء صحة ويعني حتى لو ما كنت مثلا رياضي مثلا متميز مارس الرياضة من أجل صحتك بس أكثر منيك يعني الصحة هي هم إشي بالنهاية صح بالتوفية العداء عواد أشرفات أكيد محافظة المفرع وفزت بماراتون عمان بتنظمه ران جوردن بالعشرة كيلو متر رجال وموفق أكيد بمسيرتك كعداء وأيضا بكمان إن شاء الله بتلاقي وظيفة اللي بتحلم فيها واللي تحقق من خلالها كتير أمور مهمة لشباب والصبايا إحنا بحاجة لحده عنده هيك شغف وحب للرياضة حتى يقدر أنه يوصل هاي الرسالة طبعا أنا من خلال التلفزيون أردني بشكل التلفزيون أردني إنه استضاف يعني يهتم بقضايا الشباب الرياضيين إن شاء الله في المرات الجاي يكون أحسن إن شاء الله أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ومشاهدين أفاصل أكيد ورح نرجع لإستكمال باقي فقراتنا غنوة حلوة وغنوة